سيقود سافير كوريا الجنوبية في جزائر كيمشون صباح 32 مايه 2022 وفدا مشتركا رفيع المستوى لزيارة مصنع السيارات الجديد بباتنا والذي تدعم بأحدث التجهيزات التصنيع المدعمة بتقنية الروبوت وستشارك وزارة الصناعة في هذه الزيارة للوقوف على جاهزية المصنع ومدى مطابقته مع إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر بنسبة إدماج عالية وأكدت مصادر مسؤولة من مجمع جلوبال جروب أن خرجة السافير الكوري تأتي في إطار الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من امتيازات للشركاء الأجانب للاستثمار في مختلف المجالات خاصة في مجال تصنيع السيارات أين يرغب الكوريون في إقامة صناعة حقيقية تعتمد على أحدث التكنولوجيا تزامنا مع تصريحات وزير الصناعة أحمد زغدار الذي أكد أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات كبرى في صناعة السيارات في الجزائر ومع نسبة إدماج كبيرة وأضاف الذات المصدر أن الشراكة الجزائرية الكورية بحاجة إلى هذه الزيارة للتحقق من مدى جاهزية الكوريين لبعث صناعة السيارات في الجزائر وفق الشروط الجديدة خاصة بعد استفادة المصنع من أحدث التجهيزات التي تصنفه الخامس عالميا بالنسبة لمجموعة الكورية العملاقة في صناعة السيارات كيا وهيون داي والتي سبق وتعهدت للسلطات الجزائرية بنقل التكنولوجيا لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في مصنعها بالجزائر وذلك برفع نسبة الإدماج المحلي لخمسين بالمئة واستغنائها عن العملة الصعبة في استيراد أجزاء السيارات التي ستصنع محليا كما تعهدت بتوظيف ثلاثين ألف عامل في مصنعها بباتنا الذي سيكون مفتاحا لمختلف العلامات في الجزائر لصناعة هيكل السيارات ووقف استيرادها من الخارج وتجدر الإشارة أن الصانع الكوري للسيارات جدد ثقته في مجمع جلوبال جروب الذي قدم مخطط عمل لتصنيع السيارات في الجزائر والتي تعتمد على الصناعة المحلية لهياكل السيارات انطلاقا من الحديد الجزائري محلي الصنع وكذا مجالات التلحيم والدهن وصناعة قطع الغيار ولواحق السيارات وذلك بتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني لتأمين على البطالة من أجل إنشاء ألف شركة صغيرة ومتوسطة لأجل المناولة وصناعة الأجزاء البلاستيكية ومرافقة الشريك الكوري لهذه الشركات الناشئة من أجل تطويرها والدخول إلى الأسواق العالمية كما جسد المجمع اتفاقا مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية باتنا من أجل تكوين اليد العاملة بمختلف مصانع المجمع وتعيين البرامج البداغوجية لمختلف اختصاصات الصناعات الميكانيكية مما يمكن مختلف المتربسين بالإطلاع على آخر مناهج العمل والتكنولوجيات المستعملة في تخصص الميكانيكي وفي الأخير جبنا لكم صور حقيقية من المصنع كيابي باتنا وكل هذه الحاويات المغلقة ماليئة بالروبوتات وأجهزة متطورة لصناعة السيارات والمصنع جاهز بنسبة 70% مع توفره على معدد تصنيع السيارات والشاحنات وفي الأخير كل التوفيق والدعم لهذا المصنع الواعد سلام